مع بداية الدور العام والحكاية والرواية بقى طبعا لنا سيستم مختلف شوية نهاردة ان شاء الله بعد الانترو هلتقي مع الكبار الكبات المجد عبدالغاني و احمد عبدالحليم نحلل معا مبارتي الكنفدرالية الاهلي و اورلندو الزمالك والنجم الساحلي و من المؤكد ان الكبار من المحللين لديهم دائما قولا جديدا وتحليلا اشمل و اعام بعد هذه الفقرة هيكون عندنا تحليل لاداء الحراس شريف اكرامي و احمد الشناوي من خلال حارس المرمى الكبير و مدرب الحراس الكابتن محمد العقباوي هيكلمنا عن يعني ماذا قدم الحارسان الكبيران خلال مبارتي الكنفدرالية ثم اختتم مع المحاضر بالاتحاد الدولي و الحاكم الدولي الكبير الكابتن احمد اشناوي و الحالات التحكمية لكل المبارتين و هناك ضربات جزاء واضحة جدا سيتحدث عنها كانت لصالح فرقنا و من المؤكد سنحلل الامر من الجانب التحكيمي البحث بعيدا عن التحيز لانديتنا سواء كان الاهلي او كان الزمالي كمان عندنا ظاهرة مهمة جدا سنناقشها و انا يمكن باستعرضها موقعا دلوقتي ولكن سنناقشها باستفادة اكبر مسألة غياب النجم و مدى تأثيره في اداء فريقه و لو استعرضنا مباريات الاهلي والزمالك الاخيرة سنجد الغياب المؤثر للغاية لحسام غالي نجم النادي الاهلي عندما غاب عن فريقه سواء في نهاية الكاس امام الزمالك او الاهلي و اورلندو في ذهاب الكنفدرالي وسيستمر ايضا غياب حسام غالي في مباراة العودة القادمة باذن الله اذا هذا كان غياب النجم لما غاب ايضا ايمن حفني عن فريق الزمالك في بداية المشوار تأثر الفريق بشدة خاصة في مباراة الزمالك و سموح اللي كان سموحها اقرب فيها الى اقتناص المباراة لما غاب في مباراة النجم الساحلة الاخيرة احمد توفيق وهو احد الركائز المؤثرة للغاية في اداء نادي الزمالك واصبح حجر من احجار الزاوية وعتد منيع وقوي غابت صلابة دفاع ووسط نادي الزمالك احمد توفيق ذهب في مهمة قومية مع المنتخب العسكري في بطولة العالم العسكرية غياب احمد توفيق هو غياب النجم ايضا عن الفريق ومدى تأثير غياب النجم وما هو دور المدير الفني في حالة غياب النجم وكيف يمكن ان نوفر اكثر من نجم حقيقي في الملاكز المؤثرة في ارضية الملعب هذا حوار اخر من المؤكد اننا سنذهب اليه عندما نتحدث عن مبارتي الكونفيدرالي كمفيدرالي